هو فكرة اللي اتهامت دائم لأصحاب الزنوب ان انتوا اتردتوا من رحمة ربنا وهذه جريمة لما بتنشط في الانسان حاجة اسمها الولدية الانتقادية او الطفولة متمردة يعني لما تجي تقول له انت ما ترد من رحمة ربنا هيروح ردد عليه اقول له ايه طب ولي في رحمة ربنا اللي زيك عملت له ايه عملت له الابادة بتاعته دوت لازم نخلص عليه ودوت هنخلص عليه ايه ان احنا فعلا نعيش العبادة انا شايف اللي احنا في السبعين سنة اللي فاتت اتروج لنا حاجة اسمها ما يمكن ان نسميه التدين الكام طول ما الانسان بيروح يعبد ربنا ومنتظر مكينة الحسنات يسمع مكينة الحسنات وصوت الحسنات كأنها مكينة صرف ايه اللي بيحصل بتفقد العبادة حلوتها فخليني بس اعد رب لحدك مثال الصلاة جاية عشان الصلة عشان الوصل بين العبد ورب عشان يخرج بالصلاة الى الحياة فاصبح ان هو بايه بيخرج من الصلاة بتوقعاته عن الصلاة او بيخرج من الصلاة بعدد من الثواب هو حدده حتى مش عارف ان الثواب ده ما حدد فضل من الله سبحانه وتعالى فبيخرج من الصلاة ايه بواحد من ثلاثة اما وخارج من الصلاة بان هو اضيف الى رصيده فهو صاحب رصيد والناس ما عندهمش رصيد وخاصة لو هو صلى في اول لقت مش عايزين الناس تفهم مش عايزين الناس تفهم ان احنا بنتكلم وبنعيب في اصحاب العبادة لا طبعا لا نحن نعيب على لون من الوان العبادة حصل فهم خاطئ للعبادة وكأننا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة جديدة خالص احنا بندرس حاجة اسمها سيكولوجية العباد ودي كان موجود في كتب الاهل العلم وبيحذروا الناس من الكتب دي اختلفت فاحنا نعيب الكلام ده مش نعيب الكلام القديم ولكن نعيب دراسة وقعنا بشيء من الفهم وإحنا بنفهم علم نفس العبادة وإحنا بنفهم إدارة العبادة ما العبادة محتاجة إدارة وإحنا بنفهم اجتماع العبادة آه يعني النهاردة بنأسس لكلام عن علم نفس العبادة وعن اجتماع العبادة وعن إدارة العبادة إزاي العبادة تكون وسيلة من وسائل الإقبال على الله اشتركوا في القناة